ما يحدث في مصر من طفرة في المجال الزراعي ويمكن من أكتر الحاجات اللي اسمعنا عنها الفترة اللي فاتت كان الحوافز الإلكترونية اللي تم تقدمها للفلاح وإزاي الفلاح يكون عنده كارت للفلاح أقول مرة نسمع الكلام ده تحاول رقمي في مجال الزراعة إزاي تم التعامل في هذا المجال الحقيقة هذا المجال شاهد طفرة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة يمكن أن احنا نحط التكنولوجيا وندخل التكنولوجيا في قطاع زراعة دي تم دمجها في الاستراتيجية المحدثة أو زرجات التنمية الزراعية المحدثة ودي تضمنت برنامج متكامل عن التحاول الرقمي له عدد من المحاور كان طبعا من أهم هذه المحاور هو استخدامات تكنولوجيا الحديثة وزكاة الاصطناعي وأيضا قواعد البيانات قواعد البيانات كارت الفلاحة هو واحد من أهم هذه القواعد لأنه بيضم كل الحياة الزراعية بتصنيف الأراضي بتصنيف المحاصيل المنزرعة بيحدد كمان هو نظام مدفوعات إلكتروني كمان فهو بالتالي يقدر التعامل من عليه كن أسهل يقدر الفلاح يحصل على مستحقاته في فترة زمنية صغيرة جدا من الدولة لو بيورد أمحة أو بيورد أي محصول وياخد كمان التأوي بتاعته مستلزماته كمان وده بيضمن الحوكمة للحصول على الدعم ووصول الدعم المستحقي بشكل فعلي فدي كانت منظومة كبيرة ومستمرين في عملية تطويرها بشكل دائم وإن شاء الله تحقق المستهدفات مش بس كارت الفلاح بالمناسبة احنا كمان بدأنا نخش في فكرة الإرشاد الزراعي الإلكتروني ويمكن الدولة والوزارة ومعالوزير كان حريص على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الوصول للمزارع المصري وأطلقنا التطبيق اسمه هدهد اللي هو المساعدة الزاكي الفلاح ويمكن كان السبب في اسمه هدهد إنه هو يكون أول أو أسرع رسول في نقل المعلومة كما شفنا في قصة سيدنا سليمان فدي كانت رسالة واضحة نحن عايزين نوصل بالمعلومة للمزارع والطبيق سهل إن المزارع يتعامل معه سهل جدا ده هو الفلاح يقدر أو المزارع يقدر بصورة يعرف التوصية المناسبة لزارع بتاعته حتى لو ما بيعرفش هنا يقرأ أو يكتر بالضبط أو يقدر كمان بالصوت يسمع ويشوف ويتابع الأسعار والمبيدات والآفات والتوصيات الزراعية والالتغارات المناخية فادروة أوعاوي بنسبة كبيرة وده يساعد الفلاح إنه هو يحقق أفضل انتاجية ممكنة ممكن إحنا حطناه في المرحلة الأولى بيضم أهم المحاصيل الاستراتيجية يعني شايفين فيه تفاعل كويس عليه ومستمر عليه التفاعل وإن شاء الله يحقق الهدف المرجو منه نكمله ونطور فيه أكتر ونوصل لإنه يغطي كل المحاصيل الزراعية كمان عندنا مجموعة تطبيقات أخرى زي إنه نحن بنعمل دلوقتي ما يكان لكل المستندات الورقية بحيث نحن نبقى عملية الانتقال للعاصمة يكون نقل نوعي ومش نقل مكاني ويكون عندنا خطة لتطوير واستخدام بقى الزكاة الإصطناعية في حاصر المساحات المنزرعة وتطبيق التغيرات المكانية اللي من خلاله بنقدر نرصد أي تغير وأي تعدي على رقع الزراعية بشكل فوري حيث مجموعة تطبيقات ومجموعة إجراءات تم اتخذها في مجال التحاول الرقمي ومستمرين في عملية تطويرها وإن شاء الله يكون النتائج مبشرة وإحنا شايفين نتائج إيجابية جدا جدا في هذا القطاع وكمان الفلاحين والمزارعين بقوا مهتمين بشكل أكبر بفكرة استخدام التكنولوجيا الزراعية مش بس بالمناسبة التكنولوجيا الزراعية اللي هي اللي احنا بنعملها إنما كمان استخدام بقى المجسات والأدوات الحديثة وأجهزة الرائل المحوري والتقنيات الحديثة في الزراعة والزراعة الرقمية نفسها بدأنا نشوف برضو بعض المزارع اللي بدأت طبق هذا الكلام وده أكيد هاكله نعكاس إيجابي في زيادة حجم الإنتاج وزيادة وجودة المحاصيل نفسها وجودة المنتج بالضبط بكل تأكيد